خلال لقاء موسع شمل جميع تشكيلات الجامعة رئيس جامعة النهرين الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبدالصاحب يلتقي بأساتثة وتدريسي الكليات والمراكز العلمية بحضور مدير قسم ضمان الجودة والأداء الجامعي خلال ورشة عمل حول ملء استمارة تقييم الأداء اليوم تم اللقاء مع حقيقة السادة معاونية العمدة ورؤساء الأقسام العلمية ومدراء شعب الجودة في الكليات بغية الوقوف على ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتقويم إداء التدريسيين وطلب الدراسات العليا الموظفين وقيادات الجامعية شملت الورشة بعض المحاور المهمة التي تم التباحث عنها كالتدريب على كيفية ملء الاستمارة وأسلوب كتابتها واطلاع رؤساء الأقسام ومساعدية العمداء على طريقة تطبيق استمارة تقويم الأداء للتدريسين والموظفين والقيادات العليا بعد إطلاق الاستمارة الحديثة لتقييم أداء الموظفين وتقييم أداء التدريسيين وتقييم أداء طلبة الدراسات العليا من قبل جهاز الإشراف ساعة الجامعة إلى أعداد أكثر من ورشة وأكثر من دورة تدريبية تدريب على كيفية تعبئة الاستمارات بالرغم من وجود بعض التساؤلات وبعض الاعتراضات لكن هذه الورشة ساعدت بشكل كبير على إزالة الكثير من الأفكار وكثير من التساؤلات التي كانت تراود بعض الأساتذة عن الموضوع ومن الأمور الأخرى التي طرحت هي عرض المشكلات التي قد تحيق عمل الكادر التدريسي كما أكد رئيس الجامعة على معرفة متطلبات ومستلزمات كافة تشكيلات الجامعة للانطلاق نحو الأفضل والحفاظ على الرصانة العلمية التي ترتقي بالجامعة للمستويات العالية وتطبيق الاعتمادية العالمية وفقا لمتطلبات الجامعة الندوات التي تعقد في الجامعة مهمة جدا الحقيقة أنا لاحظتها لفترة طويلة يعني رئيس قسم الأجنة التطبيقية في معهد العالي العقوم وتدريسي في كلية الطب جامعة النهرين هذه الندوات مهمة يعني وضع الخطوات الأساسية هذه اليوم كانت متعلقة بتقييم الأساتذة وبالإضافة إلى نقاط عامة التي طرقها السيد الرئيس الجامعة والتي هي خدمة الجامعة لقناة الجامعية إسراء عبد الكريم جامعة النهرين جامعة النهرين أحب شكرا